دلوقتي هنتعلم ازاي نقدر نعمل فلتر لبعض العناصر اللي لها خصائص معينة ونظهرها في الفيو بتاعنا بالشكل اللي احنا عاوزين الموضوع ببساطة جدا انا بدخل على الفيزيبريتي جرافيكس وببتدي اعمل فلترز بتاعتي زي ما انا عاوز اقدر اضيف فلتر و اقدر اريموف اي فلتر اقدر ارتب الفلتر بأب وداون ولو انا ما عنديش فلترز خالص ممكن انا اعمل ادت و نيو ومن هنا اعمل نيو فلتر جديد بخصائص جديدة انا احددها مبدئيا دلوقتي لو احنا مثلا اخترنا حيطة من الحوائط ولتكن مثلا الحيطة دي ودخلنا كده على الادت تايب علشان نشوف المعلومات بتاعتها ممكن انك تفلتر بأي معلومة انت عاوزها زي مثلا انا فلتر بالتيب مارك بتاع الحيطة زي ان انا افلتر مثلا بالفاير ريتنج بتاع الحيطة بتاعتي زي ان انا افلتر بالكينوت بالموضل بأي معلومة انت عاوز تفلتر بها تظهر الحوائط بالشكل اللي انت محتاجه طيب انا دلوقتي مثلا يعني اضيف على الحيطة دي داخل الـ identity data بتاعتها مثلا اي معلومة تانية غير الـ type mark هنا علشان نبقى احنا خدنا الـ sequence بتاع المعلومة من اوله فهنفترض ان انا جيت مثلا على description وهضيف مثلا هنا اي معلومة او تعالوا مثلا على الـ fire rating هكتب مثلا ان الحيطة دي الـ fire rating بتاعها مثلا 1 hour 1-hr طبعا وهدوس اوكي طبعا المعلومة اللي انا ضفتها دي المفروض ان هي اضافت في كل الحوائط اللي من نفس النوع يعني لو دخلت على النوع الحيطة دي ودوست كده edit type هبصى ليه ان انا عندي نفس المعلومة اضافت في الـ fire rating طيب انا بقعد كده هبعد كده شوية وهي على وهعمل فيلتر بالكلام ده هقول له هنا edit new وهقول له انا عاوز اعمل فيلتر جديد فبدوس على new من هنا وبسمي الفلتر ده هكتب مثلا وولز مثلا هنكتب 1-hr لولفر ريتنج بتاعنا وهدوس اوكي طيب بعد كده الحوائط دي انت عملت فيلتر سميته ده مجرد اسم بس فلازم تيجي هنا تحدد الكاتيجري اللي انت هتطبع عليها الكلام ده اكيد هتكون هي الولز ممكن طبعا تعمل تشيك هنا على hide unchecked categories بحيث ان هو يظهر لك بس الكاتيجري اللي انت هتعمل عليها الفلتر بعد كده هتيجي هنا في اهم مكان بقى واهم حاجة مفروض انك تعملها الفلتر rules انت بتحدد بقى دلوقتي الرولز اللي هو هيبتدي يختار على اساسها الحوائط دي فانا هقول له انا عندي الولز طبعا الكاتيجري اللي انت حددتها مسبقا هتقول له انا عاوز ااخد من داخل الول بقى فيه عندك حاجات كثيرة جدا ممكن انت تحدد على اساسها ممكن عندك ال cost ممكن عندك ال file rating زي ما احنا شايفين اهو عندي ال function عندي ال keynote عندي ال length عندي حاجات كثيرة جدا 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 طيب انا دلوقتي هختار file rating وهقول له file rating اللي بيساوي في عندي equal وفي عندي طبعا كل ال conditions التانية اللي انت ممكن تحتاجها اكبر من واصغر من ويساوي كل الحاجات التانية ال advanced انا هقول له دلوقتي equals تمام وهكتب هنا one-hr خلاص طبعا ممكن تدوس هنا click تطلع معاك افضل لانه هنا لازم تكتب الكلمة بالزبط زي ما هي مكتوبة في ال type بتاع الحيطة لو كتبت الكلمة دي غلط هنا او حطيت مسافة زيادة الموضوع مش هتقري معاك ومش هيبقى مزبوط طيب انا كتبتها كده بالزبط وبعد كده هدوس اوكي كده انا عملت الفلتر بعد كده بضيف الفلتر بعد ما اتعمل بدوس add بيقولي الفلتر المتاحة عندك اللي هو ده بس بختاره وبدوس اوكي بعد ما اخترته طبعا هو لحد دلوقتي مفيش اي اضافات انا عملتها انا هقول له مثلا انت عالف الكت وخلي lines بتاعتي بلون مثلا اخضر وبعدين هدوس اوكي هبصة لاقي كل الحوائط اللي الفلتر بتاعها one hour هبصة لاقي ان هي تلونت عندي باللون الاخضر خلاص يبقى انا كده اختصيت من الحوائط حوائط معينة عملت عليها التعديل طيب تعالوا نشوف كمان مثال تاني لو انا مثلا عندي الفرش ده مثلا اختار الاربع قطع دول وهاجي هنا مثلا هضيف معلومة هضيف ممكن صورة ممكن مارك ممكن كومنت زي ما انا عاوز طبعا ممكن تضيف في الـ edit type او تختاره على اساسه وممكن هنا من الـ instance property بتاعتك هكتب هنا مثلا على الفرش ده not available مثلا خلاص او مثلا not in contract وممكن اخده وممكن اخده copy وهبتدي ان انا اقول له داخل الـ filters هعمل filter جديد هقول له هنا edit new وهضيف filter جديد هدوس هنا على new filter طبعا ممكن تعمل duplicate من الفلتر اللي انت عملته ممكن تعمله rename ممكن تحزفه خالص لو انت حابب انا هضيف filter جديد وهكتب nic مثلا هدوس اوكي طيب بعد كده باجي هنا على الـ categories بتاعتي باختار الحاجة اللي انا عملت عليها التعديل دلوقتي دي طبعا الـ category اسمها furniture فبادهار على furniture هنا furniture هي furniture system اختار الاثنين دول مع بعض وبعد كده هاجي هنا اقول له انا عاوز في الـ comments اي comment equal الكلمة دي خلاص فالتر لي الكلام ده كله واقم ديس اوكي بعد كده بادوس add هضيف برضو الحاجة اللي انا عاوز اضيفها اللي هي NIC وبعد كده مثلا ممكن اختار ان انا الحاجات دي كلها تبقى half tone حسب انا مميزها اعرفها في الـ plan بسيط لقيت الموضوع بالشكل ده طبعا اي حاجة تانية انت بتضيف فيها الـ comment ده كده هتبص لقي ان هي تطبق عليها الـ override بتاع باقي العناصر التانية لشبه العنصر ده طبعا دي برضو نفس القصة ممكن تضيفي الـ comment ممكن تدوس هناك لك وتختار الـ comment لانه بيكون متسجل عندك في الـ history بتاعت الخلية دي ده باختصار فكرة الـ filter وطبعا زي ما قلنا يطبق على اي حاجة دخل edit type او دخل الـ innocence property اي حاجة تخص العنصر نفسه تقدر ان انت تصطدو بيها من خلال الـ filters وتطبق التغييرات اللي انت عايزها просто او التحديد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة